اشتركوا في القناة شكرا بغيتوا توصلوا شي مساج الجميع للأباء والأولياء بحالة دي الأمينة شرح لينا الحالة دي الأمينة وضحينينا شكني هي أمينة وديك ساعة تتكلمين معها شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بغيت نعرفكم على نفسي أنا أم أمينة طفلة مصابة بإتراب طيف التوحد وهذا الإتراب اللي هو نمائي شامل وكيصب بزاف ديال ليال من الخلق ديالهم اللي بغيت نقول لكم أنا فرحانة بزاف كنشكر الصحافة اللي جوا عند أمينة اللي ببولة طلب ديالها كيف ما بغيت نقول لكم هاد الإتراب اللي هو صراحة دربي بزاف ديالناس ما كعرفوش يتعيشوا معاه أنا الحمد لله جبرت بزاف ديال الصعوبات في حياتي باش نوصل لبنتين هاد المستوى اللي هي فيه دابا ماشي ساهل من أي أم عندها ولدة فيه إتراب طيف التوحد باش توصل فين وصل الدبا أمينة أنا عانيت مع بنتي عانيت بزاف ما كنتش عارفة شنو هو هاد الإتراب ما كنتش عارفة وش هو مارد ولا التحاجة ما كنتش عارفة وش عنده العلاج ولا ما عندوشي والحمد لله اللهم لك الحمد قدرت نكون من نفسي أنا كواحد المرأة اللي كنت كنحس براسي لا شيء والحمد لله أمينة عطتني واحد القوة باش نقدر كنحس براسي إنسانة وعندي وحدة شخصية وقدرة باش نخدم مع بنتي ونوصلن هاد المستوى هذا عملت بزاف ديل تكوينات اللي هما في لبيا تعديل سلوك تطبيقي اللي كنقدرون نخدموه بها مع هاد الفئة دي الأطفال وملع أطفال اللي هما عاديا لا فطيما بنسبلك أنت كأم عندك أوليدات أوليك عندي أمينة وعندي مصطفى وعندي أي عندي جبنية أوليد لأي خطك واش حتى هم عندهم مثل حالية أمينة لا عادي عندي مصطفى عنده أولى بك هذا العام وأيا عنده سنكيام بنسبلك معاملتك مع أمينة وعنباك أطفال ديورك وش يعني مكي أتشرك هذا يعني مكي تكتير ما بيناتهم يعني ولا شي حاجة زي ما كتتخلق يكون واحد المشكي ما بينات بذلك أنا من الأول علمت ولداتي بأن ختم عنده واحد الاتراب وخصنا نتعاونه كامل لزوج ديالي ولا لأبناء ديالي باش نقدروا نتغلبوا على هاد الاتراب هاد الاتراب خصوا أول حاجة يكون تقبل ويكون واحد الاندماج ما بين الأفراد الأسرة باش نقدروا نوصلوا لواحد النتيجة ليها هذه الحمد لله الحمد لله عنينا والحمد لله وصلنا نواحد نقطة لما بغدت نقفيها هنا بغى أمينة توصلنا نديك شي لك تحلم به بغى أمينة توصلنا نفح لك تقول نوصلنا نشهرة نوصلنا نبسك أنا باقي عندي واحد الحلم ونحقه إن شاء الله بإذن الله دور دي الأب هنا عش نوم؟ الدور دي الأب مهم بالسف أنا كن وجهتحين الزوج ديالي اللي كان دايما السنة ديالي رغم الضغوطات ديال الخدمة اللي كانت عنده عنده خدمة صعبة بالساف ورغم ذلك ما تخلاش هالينا ما قدرش يخليني أنا قندر في واحد القوقع بوحدي قدر يكون سانا دي وقدر يكون زوج صالح للي وقدر يكون ساند ديال أمينة للحمد لله ومننا نجبرنا شي مشكل عائلية الحمد لله في المنزل أريدك العائلة والعائلة حتى يوش تعملها أنا كان شكر العائلة اللي هي الأخت ديالي والأم ديالي وخالتي هدولي كانوا دائما مسانديني ما غادش نسالهم خيرهم حتى نموت إن شاء الله يا ربي بالنسبة لأمينة كانت محتاج لواحد دينية خاصة ومتمد دروس خاص كيف تعملت معها تشياء أولا أمينة كانت في واحد دينها تعملت عشر سنين عادك دخلنا واحد الجامعية ودك الجامعية أمينة قلست في عام واحد العام الثاني ما قدرت توفقت عملنا للإندماج عملنا للإندماج على عشر سنين ودخلت قرأت مع الأطفال اللي هم أشوياء وكانت مرافقها واحد المربية متخصصة اللي كان وجه لتحية كبيرة هي اللي إلى حدي الآن بقى مسانداني ميلو دغياتي كنقول شكرا للك بزاف وعملت أمينة الإندماج العام الثاني حاولت أنا انتيها المدرسة خصوصية باش تكون زمام عخوتها باش نحس هي بأن نرا هي عادمة فيها ولولو لك ما توفقت شدوز ذاك العام الثاني تحاول ننو واحد المدينة اللي جبرت معاناة كبيرة بالساف لأن ذاك المدينة كل واحد شنو كن كن أمينة كن الحمق كل واحد كن لأن هي كبيرة وكت قرم على أطفل اللي صغار يعني عشرة سنين تقرم على الأطفل اللي عندهم ست سنين سبعة سنين وهات شي أنا كنت كان عاني كان جبر بالساف ديال التنمر كان جبر بالساف ديال الحواج اللي يخليوني نحابط ولكن الحمد لله كان جن طار كنت كان بكي كان حاول كنت دائما كان حاول نقوم رأسي ولكن الحمد لله كنت كان نطاح ولكن عود كان ولي النض لأن ما يمكن ش نوقفه لأن هذا الاضطراب لهو صيب أنا كان نصاح الأمهات اللي عندهم نفس الحالة ديال لبنتي كن كلهم ما توقفوش دائما نض لأن حيوان مفترس إلا لا تستطيع التغلب إليه لا تستطيع الوصول مخ هي بالنسبة لها كنت أم حسيت بالضراء لك تعرض التنمو لماذا كنت نفسية لها من أمين كنت لا أعرف شي أمين لا كنت لدي المصطلحات لدي مخ دائما كنت تفهم كل واحد شنو يقول وإنما كان تفهم شي واحد إلى عيرة وكتحس بواحد الإحباط وذيك الإحباط كيجي بواحد لك خيز اللي هو صعب بزيف كانت كتجي تدرى بني أنا لأم ديالة أنا كنت دائما كان كيجيني العنف من بنتي لأن هي ما كانت كتقدر تتملك نفسها وذيك لك خيز ما كيجي لتش واحد كتجي قدر أبني أنا وحاولت نتغلب على هد السلوك اللي هو غير لائق وحاولت نبدل السلوك اللي هو مقبول وبدأت نحاول مع بنتي شوية بشوية تبدي تفهم الحمد لله أمينة بدأت شوية كتستوعب بالنسبة لكم ما معمور هد الحالة بلس ملت العائلة لا يعني مع لش خيبر للعائلة للزوج أول حالة اللي فيها اترابطي في التوحد هي بنتي أمينة مكلف بزاف احنا مشينا عند الأخصائي أول حاجة مشينا عن طب العام صيفتنا عند الأخصائي نفسي للأطفال وهدك الأخصائي يمنا عنده حصص بزاف باش يقدر يشخص الحالة دي الأمينة وهد تشخص دز واحد لمدة هي طويلة بالساف ومن بعد من اللي عرفنا بنتي راهية كان تكساعد شخص نا بالانطواء في ذاك الوقت بدينا نحاول نحن نشوف شنو هذا الانطواء وش عنده الأدوية لأن بالساف دي الأطفال لأعطوني الأدوية وأنا كنت رافضة باش نعطين بنتي الدواء لأنا لزوج دي ما بغدش نعطين صراحة ما قال لي تشي طبيب قال لزوج دي لأن كانوا يعطونها دي كلمة دول اللي هي كلمة وصاف دول اللي هي خليوها دائما الناس يعني هذي الأدوية لأنا ما نصح بها لأن هي قتل خلايا دي المخ دي الإنسان على حسب المعرفة دي لأنا هذا شي اللي نقدر نقول أمين فرحانة أمين فرحانة الحمد الله قال فطيبة دخلتوا فسارعات المرض فسارعات التدوية بسارعات وتلطب وبسارعات التعليم بسارعات لا أمين سيف كون أعطينا السيار أمين صراحة ربي كان بابا هجب لوحد آيباد و أنا ما كان نصح الأم تدي أعطين تليفون آيباد لأن انه من يخليوش وليدتهم يتحسنو في الاعمال ديالهم مهم امينة انا كنت باقى معرفاش كيفاش نخدم مع بنتي كان جابلا بها ديك ساعة الايباد وامينة تعلمت تكتب و تقرأ من ديك الايباد هذاك وتعلمت امينة تنطق بالاغاني يعني مشي النطق اللي عنه دروبي حني في الاعمال ديال دائما وانما الاغاني سبيسونية اغاني الترابية تم اكتشفت بان بنتي عنده واحد الموهبة ديال الموسيقى وكنت كان حاول نحفزها وكان اخد لها الات الموسيقى اللي هي صغيرة ورفح لادوك اللي كان اخدو احنا الصغار في العاشر ومن بعد عرفت بنتي را عنده الموهبة ديال الرسم وما يبقي ناك نخدمه معها الاستقلالية كبرت شوية عرفت بنتي تاية عنده الطبخ ومن دائما امينة عزيزة عليها الخياطة هي اللي فاشأة انا دباهد لعمل لي فات عملت من بنتي واحد التكوين وعملت لها افصالها وخياطة باش تقدر تنمي الدات ديالها ان شاء الله وتولي تاية عنده واحد المينة اللي تقدر تدخل من الفلوس وتقدر تخدم بهاي كامينة نعم دباه امينة عنده الموسيقى مغينة الرسم والطبخ والخياطة اه 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 امينة ترقيها لهذا الشيء كيف تشوف بها كنحس بنتي فرحانة كنحس بهاي مرتاحة في ذلك الشيء اللي كتعمل وكنحاول انا نقدر نوجد لغير في حال كنا نقولو احنا المطريالة ولا اللوازي معلقة للحال كل واحد انا ما قدرش نقول لك مشي مثلا خد نولدك شيء آلة اللي تكون غالية انا كنحاول نشر دك شيء بسيط وانما هي غادي تقدر تخدم وامنا اي بيانو عطيتها كتقدر تعزف فيه اي الوان قلم راسس عطيتها كتقدر ترسم بهم اي مو سلم عالقة عطيتها كتقدر تطيب هدي هي المهمة ديالي انا كأم كيفاش بغا نوصل بنتي نوصلها بالاشياء اللي هي بسيطة ونقدر ديك الاشياء تولي اشياء اللي هي كبيرة هي امينة صراحة ربي دائما عمل لنا واحد الفرحة في البيت انا كنحمد ربي ونشكره له هاد النعمة اللي اعطاني سيدة ربي انا من الامهات اللي عندي واحد التقبل كبير بهاد رسالة اللي اعطاني الله عنوصلها ان شاء الله امينة كتكون في حالي قلت دابا مالك سبحان الله واحد اللي ابتسامة في وجهها واحد البشاشة كتحس بها فرحانة ولكن اللي بتغيت نقول لك انا كنحاول نعطيها كمحفيزة هاد الاشياء هادي كان نحس لان انا عندي واحد الحرقة كنحس بها في القلب ديالي مجهت بنتي لانا كنقول ياريت الزمن يرجع الوراء ونكون انا فهمة هادشي اللي فهمه دابا ما كانتش غدي تكون امنة في حاله ايضا كانت امنة غدي تكون احسن من هادشي اللي كتشوف دابا كنشوف ان شاء الله مستقبل غدي يكون زيان ان شاء الله بإذن الله هادشي دايما انا كنفكر فيه وفي نفس الوقت كنفكر قبل قبل هادشي لانا بنتي كانت كثيرة الحركة بنتي كانت ما تقدرش تقلص في حاله هكا بنتي كانت عندها سلوكيات اللي غير لائقة بالساف متل القفز ومتل المشي على الاصابع متل الرفرفة متل بزدف ديال الكمبورتمة والسلوكيات اللي غير مقبولة فهد التوحد هذا كانوا في بنتي وانما مني كانشوف انا بنتي وصلتنا هادشي كانشوف واحد الباسيس ديال الامل كانشوف واحد الشمس مشرقة ان شاء الله غدي تكون في حيات ديال امينة بإذن الله متمنة وامينة فعلا توصل ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يا ربي الحلم اللي كتحلمت يا لحقشنا ما عافش الحلم ديالها هي حدا من الخلطة عندها الاحلام لكن الحلم الوحيد اللي عندها انها تكون مع المشاهير مع المشاهير امينة دي الحلم ديال انتظر شمعها بغات فلان 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 قوات 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 لسويسوا ما كره هاتشي تكون فالطبقة الفنية بمشاهير ديالها كميش كتحول انتمة توفرولي هاتك الجوة صراحة ربي انا كان عمل واحد شهد وكان عمل الكتر من الشهد لان زوجتي لي صراحة ربي ما عندوشي ما عمل شهد المواقع التواصل الاجتماعي واحد الانسان اللي هو كاتوم وقاعد راضي بالقضاء الله والقدر دياله وانما انا كأم من اللي قدرت نبين وجهي انا واحد الانسانة كنت صويرة ديالي ما كان قدرش نعمله في الواتساب ولكن حاولت نخرج نبين بوجهي ونخرج مع بنتي لانا ما نقدرش نخلي بنتي بوحدة في واحد المجتمع اللي هو لا حول له ولا قوة انا حاولت نكتب بزاف ديال الفنانة حاولت نكتب بزاف ديال المشاعر ولكن بدون جدوى صراحة ربي تشي واحد ما كيعتك شي بصيص ديال الامل ولا شي باب تقدر تحلى هاد شي اللي غادي نقدر نقول نتمنى الله الحمد لله يهديكم نتمنى نتمنى أن المشاهر اولا تقل الناس الواصفة تني اسمعوا رسالة ديالك وغادي ان شاء الله تواصلوا معها نقولولك شكرا للا فاطمة للا يخطيكم نشوفوا معها شكرا بزاف وللا يخطيكم لاحفظكم محفظ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر